كتابي اسمه ماء على نار مذكرات حرب هو عن حياتي في لبنان في السبعينات والثمانينات خلال الحرب الأهلية وتأثير الحرب على تكوين الشخص وعلى أيضا تكوين الهوية وفكرة أيضا الهجرة والتشازي اللي بيجي من مفهوم الحرب أنا سعيد جدا أنه شاركت في ستاند ديال مجلس الوطن للحقوق الإنسان في معرض الكتاب أنا بزور الرباط والمغرب دائما بشكل مستمر وأنا سعيد جدا كون هون حسيت أنه أنا موجود بين أهلي وفي داري وشكرا على استضافتكم